المجاعة في اليمن كارثة إنسانية حلت على اليمنيين الذين تقطعت بهم السبل في زمن حرب متواصلة منذ نحو ثمانية أعوام تواليا فأكثر من 16 مليون يمني يعانون عدام أمن غذائي حقيقي في ظل أسوأ أزمة إنسانية تشهدها البلاد معلومات أكدتها تقارير أممية حديثة حذرت من خضورة تدهور الوضع الإنساني في بلد مزقته الحرب مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية كشف أن 40% من السكان في اليمن يعانون نقصا في الغذاء رغم الجهود المستمرة في تخفيف مخاضر المجاعة في البلاد لكن عدام الأمن الغذائي لا يزال يمثل تحديا رئيسيا وعقبة أمام مجاعة اليمنيين التي تعد الأسوأ في العالم وأعلنت الأمم المتحدة إيقاف برامج إغاثة حيوية في اليمن جراء نقص التمويل وصد استمرار المعارك الطاحنة في عدة مناطق مؤكدة أن هناك حاجة عاجلة إلى التمويل لضمان السمرار تدخلات منقذة لأرواح الملايين الذين يعتمدون على المساعدات الإنسانية منهم خمسة ملايين يعيشون ظروفا قريبة من المجاعة وتتعرض اليمن لكارثة وشيكة بعدما أغلقت أضراف النزاع المنافذ وقيدت دخول الواردات ومنعت وصول المساعدات الإغاثية إلى مستحقها بل إذا وصلت نهبة ميليشيا الحوثي ووزعتها على الموالين لها ممن تدفع بهم إلى محارق الموت ليتعرض أربعين في المائة من السكان لمجاعة حقيقية هذه التقارير الأممية ليست إلا غيظ من فيض إذا ما يحدث من مجاعة سواء في المراطق المحررة أو مراطق صيدرة الحوثية فهناك أسر تقطعت بها السبل ولم تصل إليها أي نوع من أنواع المساعدات الإغاثية التي تصل إلى غير مستحقها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر